اشتركوا في القناة اغلب بيحكي عنه وهو يعني تقريبا مش بس على اليوتيوب تقريبا حتى اصدقائي حتى معارفي حتى الناس اللي انا بعرفهم اللي بتواصلوا معي لانه وضع الناس اجمالا ضيق ماديا وفي اشخاص برضو هم بيشتغلوا في مجالات بتعتمد على الدولار وعلى الاورو وعلى الاشياء هاي فخايفين من الفترة القادمة ايش ممكن يصير هل انه هاي العملات راح تفشل راح تسقط يدخلوا بمضاربات يغيروا العملة يجمدوا فلوسهم طبعا تسمعوا لفلكيين بقولك العملة ورح تنهار العملة ورح تدمر العملة وما تتاجروش بالعملة واحتفظوا كلها هاي التساؤلات الكل طبعا بيغني عليها اميركا راح تنهار ورح تدمر ورح تنكسر ومش عارف ايش برضو هذا الكلام كله احنا سمعناه الان انا بدي اشرح لكم ببساطة جدا رائعة يعني ان شاء الله انها تصل المعلومة للكل ورح اشرحها بطريقة علمية عملية تحسبوها طبعا كلنا حكينا عن هذا الموضوع وكلنا شرحنا هذا الموضوع بالسابق وحكينا عن الكسوف والخسوف وتأثيراتها وحكينا عن الامور اللي لها علاقة بسقوط العملة ودمار العملة وامتى بتنهار العملة وامتى مقابل اللي هي البلبلات او القلاق اللي بتصير على العملة ولكن للأسف برضو منرجع من عيدها اللي بحكوه ما الو علاقة بالواقع يعني اليوم انا جاي اكحد فهذا اللي بحكوه ما الو علاقة بالواقع العام دائما انت لما بدك تحكي عن انهيار عملة انهيار العملة يعني لازم يكون كوكب نحس جدا دخل على بيت المال عندك بيت المال للك اللي هو البيت الثاني للك يعني البرج الثاني بعديك يعني اسد اللي بعديه العذراء العذراء بيت مالي كأنا انا اسد مثلا بيت المال تبعي العذراء مقابلو ايش بيجي البيت الثامن يعني بدي اعد انا ثمن ابراج يعني اسد عذراء ميزان عقرب قوس جديد دلو حوت معناته الحوت بيت مالي الاموال المشتركة اللي هي الحفيظة احنا من سوى اول محفظة اللي هي من ذهب او بورصة او اسهم او عملات فمعناته حتى الدول لحنا كيف منحدد برجها عيد استقلال الدولة هو تاريخ ميلاد الدولة هو برج الدولة فعشان هيك الاردن مثلا في شهر خمسة اخر خمسة معناته الاردن جوزاء امريكا تيجي سرطان اسرائيل اللهم صلي وسلم على اسرائيل اللي هو نبينا يعقوب ولكن الله ينتقم من الصهاينة هذا الامر احنا ما لنا علاقة يعني كل اهدولا كثور بيت متاعبهم الحمل بيت متاعبهم الحمل اللي بده يدخل عليه مين المريخ زي ما حكينا مبارح والمريخ بده يتراجع في بيت متاعبهم معناته اي تصرف عدواني منهم ما رح يكون لمصلحتهم معناته رح يكون في خسائر كبيرة عندهم رح تكون في فضائح كثيرة عندهم رح يكون في مفاجآت كبيرة ضدهم هي فلكيا احنا بنحكي ماشي طيب نيجي على امريكا امريكا مرتبطة بالدولار الدولار مرتبط في امريكا طيب امريكا سرطان سرطان هاد ليش هسأل وضع عندهم مشاكل وليش بتصير عندهم هاي الاحداث وليش بتولع الدنيا قاعدة في امريكا وبتزيد الاحداث لانه منرجع للي قبله بيت متاعبه الزهرة طيب الزهرة ايش فيه كواكب منلاقي انه معظم الكواكب اللي موجودة ومنها الزهرة اساسا اللي موجود عنده وقاعد بتراجع هو سبب باضطرابات اللي قاعدة بتصير في امريكا والفوضى حتى بالتصريحات هي سببها الزهرة الان لما بدو صير الخسوف اللي بدو صير يوم خمسة ستة بدو صير بين القوس وبين منرجع مقابله مباشرة اللي هو الجوزاء لانه الشمس موجود بالجوزاء معناته برضو امريكا رح تستمر الاحداث معها لحين ما انه يكون موجود حتى فترة الخسوف ولما بدو صير الكسوف رح يصير في السرطان في اول درجات السرطان معناته رح تتأثر امريكا برضو من هاي الاحداث معناته وضع امريكا السياسي والاقتصادي يعني هنا ما جناش على الدولار ما شيء السياسي كله بالفترة القادمة كله بالبلات وكله احداث وكله في عنف وكله في تصريحات فاشلة وتخبط سياسي موجود فيه وسط المعلومة فلما نيجي نقول لو عندنا الكسوف او الخسوف او المريخ او تراجع عطارد رح يكون موجود بالاسد منجزم انه الدولار فيه انهيارات كاملة رح تصير عليه ماشي هس هم اخذوا معلومة الكسوف والخسوف وعلقوا عليها انه بدها تصير الامور من الكسوف والخسوف والاحداث الكونية والمشعار في ايش وهذا كله من الكسوف والخسوف الموضوع احنا لما حكينا عنه ما حكينا عن الكسوف والخسوف الكسوف والخسوف انا مبارع قلتلكو انه تأثيراته من ثلاث ايام لا اسبوع ممكن يستمر لا اسبوعين فاللي بيجي بقول لك احداث كورونا لانه الكسوف اللي صار ظهر بعدي كورونا فلالكسوف القادم فان حدث الكسوف فممكن استمرار كورونا لا ملا هاش علاق الكسوف ما имею علاقة بكورونا نهائيا في الموضوع ما имею علاقة اللي بقولوا هذا الكلام هذا تخبط في علم الفلك ما имею علاقة في الموضوع الان اللي رح يصير اللي احنا منقول انه رح يصير فيه خربطة في سوق العملات والبورصة والأسهم سبب تراجع عطارد تراجع عطارد اللي رح يصير في الأيام القادمة ورح يكون في السرطان رح يأثر على الدولار لأنه بيت الشخصية لأنه في تخبط اقتصادي وسياسي رح يصير موجود فيها ولكن مش في بيت المال معناته ما في خسارة للدولار يعني الدولار ما رح يخسر ولكن الدولار رح يصير يطلع وينزل يطلع وينزل بشكل سريع فاللي بدهم يشتغلوا في العملة رح يدخلوا بالحيط ورح يخسروا أموالهم من وراء دخولهم في سوق العملة ولكن أنا بدي أنصح كلهم يعني هيك أنا قلت لكم العملة ما تشتغلوا فيها البورصة والأسهم ما تدخلوا فيها بالفترة القادمة الحديث ما ينتهي تراجع عطارد بتكون نصيحتي شوفوا اليوم اللي بنزل في سعر الذهب حول نقدك هذا أو الفلوس اللي معاك لذهب وخلي لحد ما ترتفع الأسعار تحت الذهب ذهب بيعها وتاجر فيها الذهب رح يرتفع برجع ولكن برجع برتفع ما رح يرجع كثير فعشان هيك اللي بده يشتغل يشتغل فيه محفظة الذهب أنا هاي نصيحتي لا لكم ولكن تشتغل بالعملات وتصريف عملات انسى الموضوع خليك عبد دولار بنزل اليوم برجع ثاني يوم بنزل أسبوع برجع ممكن ينزل في اليوم ثلاث مرات ويرجع في نفس اليوم وممكن تصير خسارات في سوق العملة عشان هيك دائما في تراجع عطارد ارجعوا للفيسبوك لكل شيء ذكرتم عن تراجع عطارد وأخبار فلكية واللي بذكر على اليوتيوب تراجع عطارد أول ما بضرب بضرب الأشخاص المنافسين في سوق العملة والبورصة عشان تكونوا انتوا حذرين من النقطة هاي ما مننصح للتلاعب بالأسهم أو بالبورصة أو بأي شيء له علاقة بالعملات في فترة تراجع عطارد لأنه ممكن في لحظة ينزل لنفترض خمسة عشرين نقطة ولكن يطلع فجأة ثلاثين واربعين نقطة فعشان هيك ما تدخلوا مغامرة في هاي المغامرات اللي معاه فلوس وحاب بيجمدها يجمدها بالذهب لأنه الذهب مستحيل أنه ينزل الذهب إذا بتراجع بتراجع بأشكال بسيطة أو بأحجام بسيطة ولكن بضيق الحال اللي موجود والإضطرابات وخصوصا الأحداث اللي بتصير مع أمريكا والأحداث اللي إسرائيل أو الصهايني قاعدين بيشتغلوا عليها وبدهم يدخلوا فيها كلها بتأثر على العملات ولكن بتدعم سوق الذهب لأنه بصير شح الطلب عليه فهموا مني هذه نصيحتي لألكو أنا والله هذه المعلومة يعني رجال المال لما بيجوا بتهم يستشيرون وبدأعطيهم المعلومة هاي بخذ عليها نسبة بس أنتو خذوها مني وخذوا أنتو النسب اللي بدكوا إياها أنا ما بتطلع على فلوس ولكن أنا بهمني أنه أنتو تكونوا بأمان وتحافظوا على حالكو وما تسمعوا لأي واحد بقول لك العملة رح تنهار والدولار رح ينهار وبداية نهاية أمريكا وبداية مش عارف إيش ماشي فيه أشياء إلها علاقة هذول الأشخاص بأخذ له خبر سياسي بلقول له بمعلومة منه طب هسه هاي ولعت في أمريكا مثلا الأيام هاي هاي في أحداث في أمريكا أطلع أقول لك أنه هاي بشائر دخول للكسوف والخسوف ومش عارف إيش أمريكا مالهاش علاقة طب يا عمي أنا بكذب عليكو هيك بكذب على حالي الزهرة بتراجع في بيت المتاعب غصبت عنه بدي أعمل مشاكل داخل الدولة هاي فعشان هيك هاي إشي واقع بدو يصير قلنا لكم أنه بالنسبة للحمل لإيش لأنه الثور شو بدو يصير فيه قيسوها على أبراجكم لما أحكي الأبراج عشان أكون أنا يعني أعطيتكم معلومة أكبر كمان قيسوها على البرج لما تسمعوا أني أنا بقول عن برج الجوزاء أنه ممتاز أو برج السرطان ممتاز اعرف أنه وضع الأمريكي أو الدولار الأمريكي رح يكون ممتاز وخصوصا إذا قلت البيت الثاني ممتاز وقلت البيت الثامن ممتاز ولكن لو إجيت أنا قلت لكم أنه مثلا الجوزاء بالوضع اللي هو فيه لكل أغلب الجوزاء نسبة 65% من الجوزاء مشاكل عاطفية وأمور وصلت لما راح للطلاق بسبب تراجع الزهرة ارجعوا حلقة الزهرة اسمعوا منقول أنه العلاقات المتبلبلة والغضب على الأزواج بزيد وفرص الانفصال بتصير أكثر مش لأنه لأنه عند الجوزاء هم أكثر ناس عرضة لهذا الموضوع فأنتوا ركزوا على الكلام اللي أنا بقوله والله أنا بعطيكو قاعد علم مش بمن عليكو بالعكس أنا مبسوط أنا يعني أنا ما بدي تحط اللي لايك ولا بدي تحط اللي كومنت وما بدي مشتركين فهموا مني يعني هذي والله أقسم بالله هذا الكلام اللي أنا بقوله لكم جد والله لا بحب اللايكات ولا بحب الكومنتات ولا بحب زيادة المشتركين مش أنا بتابع عندي الحلقة هاي اللي نفترض من من تسع تلاف لعشر تلاف شخص بسمعوها بيكفوني خلي المشتركين هذولا العشر تلاف ما بدي أرقام ثاني موجودة عندي ما بدي زيادة مشتركين لأنه أنا بهمني أقول لك بهمني أنا خمس تلاف بتسمع وبتفهم وبتكتب وبتتعلم وبتصير عالمة فلك أو تفهم في الفلك أهم من يسمعني ميتين ألف واحد وفي نفس اللحظة نصهم يسبوا علي ونصهم يقولوا عنه كذاب ونصهم يقولوا هذا بسرق فلوسنا ونصهم بقول أيوة عشان بس لفلوس وعشان هاد فعشان هيك مش عشان الدعايات الدعايات عشان أدفع أجار المايك اللي أنا بسجل فيه وأجاز الأجهز اللي أنا بمنتج عليها هاي أنا بستأجرها أجار أنا ما معي فلوس أشتريها عشان تكونوا واضحين أنا زلمي لا ملياردير ولا معي فلوس ولا أنا مديونير عشان تكونوا واضحين يعني أنا الحمد لله يا دوب بكمل أنا أدويتي عشان أنا أشتريها أهم شي عندي أني أنا أمن أدويتي تأمنت ولا ما تأمنت مش فارقة عندي فعشانيك أنا مش سائل عن الفلوس أنا بسأل عن إنه هاي في أماني في رقبتي ربنا أتمني على علم والعلم هذا خايف أنا إنه تيجي ساعتي يبل ما أنا أكون معلم لأشخاص فعشان هيك أنا حابب أعطيكو كل إشي عندي وأعلمكو كل إشي عندي وأفيدكو بكل إشي عندي أسأل الله إلكو الصحة والعافية والمريض بعرف أنا شو اللي بقصده في هذا الكلام الإنسان الصحيح يمكن نسبي اللي بتفكر بعقولها بتفهمها ولكن الأغلب بيكون مش واعي إنه أنا في لحظة ممكن أصاب بمرض وما يكون له علاج وأكون عايش على الأدوية وأؤتمن على مئة ألف شغلة ونفسي أنا أفيد وأطلعها من رقبتي عشان أخفف الحمل علي إلكو كل الإحترام متقدير أعتقد لأنه هذا الجواب كان طويل فبيكفي وبكرة إن شاء الله منجاوب على أسئلة أخرى طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد واحد وثلاثين خمسة القمر موجود في العذراء في آخر منزلة في منزلة السماك الأعزل وهي للصلح والدواء وبرضو للضرر وبرضو للتصليح وحكينا أنه القمر لما بيكون موجود في العذراء منعود لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر إلى صحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا وردة ولا شردة دون أنه نتفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أنه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن يعني ننتقد أنفسنا ونتوهم أمراض لا وجود لها هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحوليات بوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية فأول زاوية فلكية هي زاوية سلبية تربيع سلبي بين القمر والزهرة هاي رح تكون تقريبا الساعة الثلاثة وثمانتعشر دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني أثناء الحلقة هاي مساء أكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية أو بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإصراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو رح تكون في تمام الساعة 11 و13 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيدة عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 5 و46 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة أما آخر زاوية رح تكون هي زاوية تثليت إيجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 9 و16 دقيقة ظهرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني مثل عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي يعني في أثناء قيام هاي الزاوية مباشرة ببدأ خلو المسار يعني خلو المسار الساعة 9 و16 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وراح يستمر لغاية الساعة 22 و37 دقيقة مساء يعني يبلل حلقة للغد بثل ساعة بكون القمر انتقل للميزان فعشان هيك ما رح نحكي عن تأثيرات انتقال القمر للميزان اليوم في حلقة الغد رح نذكرها كأنه انتقل وأتم انتقاله بالكامل وصلت المعلومة إن شاء الله طيب بالنسبة لخلو المسار القادم القمر موجود حكينا انه رح يكون في الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم 22 في تمام الساعة 10 و39 دقيقة ظهرا ورح يستمر حتى تمام الساعة 4 و5 دقائق مساء لينتقل بعدها القمر الى برج العقرب عمر القمر طبعا القمر الان بدأ يكبر عن المربع يعني اليوم بيكبر اكثر يعني بيبلش يبدأ في مرحلة المحدب عمره 9 ايام في تمام الساعة 10 و46 دقيقة ظهرا بصير عمره 10 ايام نسبة الإضاءة 65% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب فيعني راح تكون قبل ما ندخل عليها اول اشي فيه سؤال سريع راح اجواب عليه بقولك انت مدام هاي يعني انت حست الكواكب هاي شو بتأثر على التوقعات طبعا مدام منتحس ايش بده يكون يعني منتحس وموجود في مكانه يعني في الجوزاء ومنتحس بدي يعطي ايجابية ما هو منتحس معناته بدي يعطي سلبية الكوكب بكون سعيد بعطي ايجابية احنا توقعاتنا على السعودة والنحوسة وعلى الزوايا بتعطي ايجابية بتقوي بالضعف وبتخلي معتدل على حسب قوة الكواكب كل توقعاتنا احنا بتشتغل الشمس في الجوزاء حتى يوم عشرين ستة مزاجه منتحس القمر في العذراء ورح ينتقل للميزان لاثنين ستة مزاجه سعيد عطارد في السرطان حتى يوم ثمنتاش ستة بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد الزهرة في الجوزاء بيتراجع حتى يوم خمسة وعشرين ستة مزاجه منتحس المريغ في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناش تسعة مزاجه منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم واحد سبعة بعدين بيرجع للجدي مزاجه منتحس أورانوس في الثور حتى يوم 15-8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى يوم 23-6 وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتون في الجذب يتراجع حتى يوم 14 مزاجه منتحس وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم أعمالك بشكل جيد ما تحمل الواجبات حاذر التبذير ممكن تعالج مسائل مالية ممكن تجد حلول لفواتير أو لأمور دفعات أو التزامات عليه خلال هذا اليوم أو يكون في عندك أفكار أنت بتثمرها في المال يعني زي تصليحات ترميمات ديكور طبعا هذه كلها منذكرها في البيوت من خلالها ببين إيش أنت على إيش رح تصرف فلوسك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور عن المستوى النفسي رغم أنه يعني القمر موجود في البيت السادس إلا أنه أنت برضو نفسيا شوي مرتاح عندك نشاط فكري موجود عالي جدا وممكن أنه يعني هذا يفيدك شوي أنك تشحن حالك طاقة إيجابية جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى الأمور المالية وهي بتفتح مجالات لإما استثمار المال أو أنه تحصل على بعض الأموال أو بعض الدفعات أو الهدايا أو الهبات أو المساعدات ولكن برضو المصاريف بدها حسابات أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه روتيني ولكن في ساعات العصر ممكن اثثور عصبيتك يعني في ساعات العصر مش طول اليوم فعشان يكن من ساعات العصر بدك تدير بالك أو من ساعات ما بعد الظهر بدك تنتبه من الحدية بالطبع أثناء تنقلاتك أو السياقة ما بين المدن أو في الامتحانات أو في المناقشات أو في الحوارات كلها يعني شوي بدك تنتبه من خلالها أما بالنسبة للبيت الرابع فالأمور جيدة على مستوى البيت إجمالا رغم أنه في بعض التحذيرات من الارتباك في أخذ القرارات أو في تصليحات أو صيانة أو ترتيبات أو مع أحد أفراد العائلة ممكن تحتد وتعصد أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية يعني بظل في علامة استفهام ما زالت الأمور ضاغطة على المستوى العاطفي فعشان هيك يعني بفيه سوء تفاهم أو علامات ممكن يسبب لك بعض النفور العاطفي أما بالنسبة للبيت السادس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الجيد يعني بيدعمك على مستوى بيت الشراكي فهذا بيقارب أو بيقرب ما بينك وبين الشريك أو الحبيب طبعا العلاقات القوية وبرضو في نفس اللحظة ممكن تصير مصالحة خلال هذا اليوم وممكن تراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم وهذا الإشي برضو بيعزز لك برضو فرص في ساعات العصر على الحصول على أمور مالية أو ترتيب أمور فواتير أو دفعات أو أمور إلها علاقة في استرداد بعض الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه روتيني تماما ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى اتصالاتك البعيدة وتواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا ناس براء أو كل الأمور هاي تقريبا أنا شايفها روتينية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيت السمعة بدعمك بقوة وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو أحد المعارف اللي بيشتغلوا في الشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فبدعمك برضو بقوة وهاي الفترة بيظهروا علاقاتك ومعارفك وأصدقاءك على الساحة بيصير فيه تواصل ما بينك وبينهم إما استشارتهم أو تعامل معهم أو لقاءهم أو برضو هاي للدعوات يعني بيت الدعوات والحفلات والمناسبات برضو بيت جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو شوي برضو بيضغط مع البيت السادس لأنه مقابل البيت السادس بيضغط على المسألة الصحية وبيضغط على موضوع الإرهاق وبيضغط على موضوع تراكم الأعمال فعشانك منقول لك إنجز الأعمال الضرورية وخذ قسط كافي من الراحة وراقب غذائك وصحتك برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الأوضاع اللي تراجعت خلال الأيام السابقة صحح الانطباعات عنك اثبت للمشككين عن طاقتك ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجازات ثابر يعني لازم تتحرك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنت مدعوم بطاقة كبيرة خلال هذا اليوم يعني ثقتك بنفسك عالي جدا يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال المهمة خلال هذا اليوم وبتقدر برضو في نفس اللحظة إنك أنت تسيطر على زمام الأمور وتنجز بعض الأعمال اللي كانت صعبة في الأيام الماضي أما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى الأمور المالية ممكن تحقق بعض الإنجازات المالية خلال هذا اليوم أو يكون عندك الاهتمامات المالية الإيجابية ممكن تسترد بعض الأموال أو تحقق بعض الإنجازات خلال هذا اليوم ولكن في ساعات العصر أو ما بعد العصر ممكن يظهر عندك مصاريف أو دفعات أو أشياء اضطرارية تظهر بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأمور يعني تقريبا روتينية ما فيها أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بتتعامل على مستوى التنقلات واتصالات وحركة ونقاشات على طبيعتك ولكن في ساعات العصر دير بالك من العصبية أو الحدية أو شيء يزعجك خلال هذا اليوم أثناء تعاملك مع أخ أو مع جار أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأمور تقريبا على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الارتباك أو الإرباك إما بعطال أو اهتمامات منزلية أو إشيء العلاقة في الأثاث أو الديكور أو التغييرات أو المشتريات أو أشياء من هذا القبيل ولكن بالمقابل الأجواء العائلية إيجابية أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السادس يعني إجمالا الأمور يعني تقريبا روتينية ممكن تنجز الأعمال بكثافة خلال هذا اليوم لأنه عندك نشاط قوي جدا وممكن برضو أنه في ساعات العصر يعني إما أنه يصير في أمر صحي عندك أو أمر إلو علاقة في تراكم عمل أو عمل جديد ما بتقدر تنجزه أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى بيت الشراكة وهذا بعزز التفاهم ما بينك وبين الشريك والتقارب ما بينك وبينه وممكن تتفقوا على أمر معين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو برضو روتيني على مستوى الأموال المشتركة بيدعمك بقوة وممكن اليوم يصير في بعض الإيجابيات على أمور إلها علاقة بالديون أو الفواتير أما بالنسبة لبيتك التاسع فهو روتيني برضو على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك وتنقلاتك على مستوى الشوارع المفتوحة يعني تقريبا روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن برضو يحقق لك بعض الإنجازات على مستوى العمل أو العمل بالمؤسسات الكبيرة أو مع أحد الزملاء أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت 11 فبيت الأصدقاء برضو قوي وهذا بيعمل تحالف أو تقارب ما بينك وبين معارفك أو أصدقائك أو تقدر تشاور يعني فيه أشخاص بتقدر تشاورهم وفيه أشخاص ممكن يكونوا واسطات أو مساعدين لإلك خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فبدك تحذر من بعض الالتباسات أو الارتباكات الصحية اللي ممكن تعاني منها خلال هذا اليوم أو بعض تراكم بعض الأعمال عليك تكونك كثيف كثير وبدك تراقب غذائك بشكل جيد أو ممكن بعضك يهتم بأمور إلها علاقة بمراجع الطبيب أو أدوية للفترة القادمة برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم تجدوا تعاون من أفراد العائلة يعني بيحاول أنك تهدئ من روعك وتوقف عن التفكير شوي يعني ما تظلش مشغل مخك بهالدرجة هاي العالية ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء بل بليونة تامة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم إلا في ساعات المساء ممكن تنزعج من أمر معين أو يصير عندك قلق من مسألة معينة أما بالنسبة للبيت الثاني فالأمور جيدة على المستوى المالي وهذا بيدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم ممكن أنه تسترد بعض الأموال أو يجيك أموال أو ممكن راتب مثلا أو فلوس مستحقلة إلك أو دعم خارجي منكم ممكن يحصل بعض الفلوس اللي تيجي من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا متقلبة على مستوى العصبية عندك اليوم وعلى مستوى المزاج فعشان هيك كثير من الأوقات بيصير فيه تقلبات عندك لحظات بتكون روتيني لحظات بتعصب لحظات بتكون عادي طبيعي لحظات بتصير متهور بتعصب بسهولة لحظات بترجع طبيعي فعشان هيك هذا التقلب بيسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي شوي الأمور العاطفية ضغطة عليك بتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو المشاكل أو الحدية بالطباع خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن برضو أنه أنت يجيك خبر له علاقة بالصحة أو تهتم بأمور صحية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا بيدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية وما بين الأزواج فممكن اليوم يصير فيه تقارب أو تصالح أو اتفاقية على قرار معين الأجواء تقريبا إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فتقريبا روتيني ما فيه أي شيء على المستوى الأموال المشتركة في ساعات العصر تقريبا ممكن يصير فيه بعض الالتباسات المالية أو أمور مالية حيرك أو يكون فيه بعض الأمور اللي إلها علاقة بالسداد أو توظيف الأموال أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأشخاص خارج البلاد أو أمور إلها علاقة بأوراق سفر معاملات أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة برضو على مستوى اللي بيشتغلوا على مستوى الشركات الكبيرة فممكن اليوم ينجزوا بعض الأعمال الضرورية والمهمة وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أو مع أحد الأفراد اللي بيشتغلوا بالشركات الكبيرة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فما زالت الأمور ضعيفة فعشان يكي بنحكي ما بين روتينية ومتقلبة فما هي تعطي إزدواجية يعني انقسام بالتصرف فممكن تكون زعلان من صديق ومتفق مع صديق ممكن تبتعد عن تردش على اتصالات لشخص وتتواصل مع شخص ضد الشخص الأولاني فهذا الأمر اليوم ممكن يكون على هذا الشكل أما بالنسبة لبيت المتاعف فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة ممكن برضو تظهر بعض المشاكل على أنه يتراكم عندك بعض الأعمال أو يصير قلق صحي عليك أو على أحد الأحبة برج السرطان بتنشطوا في السفر والاتصالات يوم مناسب لاجتياز امتحان بتعززوا العلاقة مع أخ أو جار بتكثر التنقلات أو حركة التواصل عندك فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أو تكثر المطالب أهم شيء أنك اتجنب اعتماد أسلوب فض أو أسلوب عصبي أثناء الحوارات ابتعد عن التحديات قدر الإمكان خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني متقلبة على المستوى النفسي فممكن لغاية ساعات الصباح أو ما بعد الصباح بشوي يكون الجو متقلب في نوع من أنواع الحدية أو العصبية أو هيكي شعور بالملل أو أنك ما بدك تعمل شيء بس بدك تعمل روتين ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتلاقي فيه نشاط كبير رح يصير عندك وفيه ثقة بالنفس عليه أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة خلال هذا اليوم فممكن تحصل بعض الأموال من عمل إضافي أو أموال مستردة أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع تقريبا متقلب الأوضاع على مستوى أمور البيت أو أفراد العائلة أو الأمور العقارية فهي بتسبب لك أنه أنت بتتعمل روتيني ولكن في لحظات في أشياء رح تظهر إلها علاقة بالمشاكل أو بالأعطال أو بالخلافات أو بالنقاشات الحادة بعد أن ترجع روتيني بعد أن ترجع تحتد الأمور بظلها متقلب طول اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة جدا عاطفتك جياشي خلال هذا اليوم وممكن أن يكون فيه لقاء عاطفي أو تعامل مع أحد الأحباء أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات ما بعد العصر ممكن تشعر ببعض التوعق الصحي أو يتراكم عندك بعض العمال ما تقدر تنجزها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد جدا بيدعمك ممكن يصير فيه مصالحة أو تقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن لقاء جيد خلال هذا اليوم يعني الأجواء إيجابية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء برضو دعمة على مستوى الأموال المشتركة وهي بتساعدك بقوة ممكن يصير فيه تقارب جيد ما بينك وبين بعض الأشخاص اللي أنت مدعينهم فلوس أو أنت بتستفيد منهم ماديا في الفترات اللي بتكون أنت مدعيك فيها وممكن بعضك يسترد بعض الأموال اللي إلوه أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بقضايا إلها علاقة بأوراق السفر أو الأوراق القانونية أما بالنسبة للبيت السمعة فشايفوا متقلم اليوم شوي فعشان هيك منقولكوا ديروا بالكم ما تحاولوا تجازفوا ولا تغامروا ولا تدخلوا بأشياء مشبوهة ولا تخالفوا القوانين حاول أنك أنت برضو تداوم في وقتك ما تتأخر عن الدوام ما تتهرب من الدوام ما تدخل بخلافات مع زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد جدا بيدعمك بقوة وهذا بيعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء بشكل قوي أما بالنسبة لبيتك 12 برضو بيدعمك بقوة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يهتم ببعض المسائل الصحية ولكن انتبه من الوسواس قدر الإمكان لا تتوسوس في المرض هذا أهم خبر اليوم أو أهم قاعد اليوم برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك كونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تناقش موضوع مالي خلال هذا اليوم ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر أموالك كون عاقل ومتيقذ قبل التوقيع على العقود حدد أهدافك بشكل جيد خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور على المستوى النفسي شوي مش جيدة يعني متقلب خلال هذا اليوم أو مضغوط أو عندك أفكار كثيرة أو ما عندك نفس تعمل أشياء ممكن بدك تلغي بعض الارتباطات اليومية اللي عندك لأنه هيك نفسيا أنت مش مرتاح أو مش جاهز للعمل أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف كما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه من الحدية أو العصبية أو إيش يستفزك أو أنه يكون في بعض الأشياء الطارئة اللي تتطلب منك الحركة أو الاتصالات السريعة أو الأشياء اللي من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف الأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن بشوف أنا برضو أنه في زوايا وفي تواجد لكواكب تعمل زوايا مع البيت الرابع يعني بتدعمك بشكل قوي ممكن أنه يكون في أشياء إيجابية خلال هذا اليوم أو خبر عائلي مميز يكون هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني على المستوى العاطفي مش روتيني يعني فيها نوع من أنواع السلبية إما سوء تفاهم أو في خلاف ما بينكو بين الحبيب أو ممكن أنه يعني نوع من أنواع المعاتبة أو أشياء من هذا القبيل أو القلق عاطفي يعني قلق على حبيب أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة لبيتك السادس فأنا شايف الجو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات المساء ممكن يظهر عليك إما أنه أعباء على العمل يعني ضغط عملي أو يكون عليك مشاكل تظهر مشكلة صحية أو تتعب صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى بيت الشراكة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم وفي منك ممكن أنه يكون في يعني بوادر لمصالحة أو لنهاية خلاف ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبعمل تقارب على المستوى المالي ممكن تحصل بعض الدعم خلال هذا اليوم أو تنهي مشكلة كانت مرقيتك في الأيام الماضية العلاقة بمطالبات أو بديون أو التزامات أو ممكن تكون مرتاح من هاي الأجواء ككل أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع الضغط على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو تنتظر في بريد أو مراسلة تتأخر الأمور أو ما تقلق على بشأن شخص خارج البلاد أو يجيك خبر من برة شوي يعصبك أو يقلقك أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف الأجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة وممكن تعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة وبتعمل تقارب ما بينك وبين الأصدقاء أو المعارف أو العلاقات ممكن تستثمرها أو ممكن تعمل تقارب ما بينك وبينهم أو ممكن يساعدوك في مسألة ما أما بالنسبة لبيت المتاعب فهنا بنقول لك دير بالك لأنه بيت المتاعب ضاغط فهذا بيجيب لك أشياء مفاجئة غير متوقعة فبدك تدير بالك أول شيء عن إنجاز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم عندك وبرضه بدك تنتبه على صحتك بشكل جيد جدا من الأشياء المفاجئة اللي ممكن تظهر في لحظة وإذا شعرت بأعراض غير يعني غير اعتيادية أو مش طبيعية راجع طبيبك برج العذراء طبعا القمر موجود عندكم في البيت الأول فعشان هيك ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط بادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم أمور يعني أمورك خلال هذا اليوم وتقرر على إشي جديد بتفرح لانفراج ولا تسوية أو لتطور أمر ما بتلفت نظر الآخرين بأفكارك خصوصا الأفكار الخلاقة وسرعة بديهتك ممكن تنهي مفاوضات اليوم لمصلحتك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور مثل ما ذكرناها بالنسبة للبيت الثاني الأمور جيدة على المستوى المالي وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم ممكن يتحقق بعض الإنجازات المالية أو المستردات أو رواتب أو أمور إلها علاقة بالهدايا أو المنح خلال هذا اليوم أو من عمل إضافي ولكن في ساعات ما بعد العصر ممكن تكثر الدفعات أو الالتزامات المالية أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور والأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وانت عندك قدرة على الإقناع اليوم بشكل جيد وبرضو في نفس اللحظة يعني ممكن يكون لك تعاون مع أخ أو مع جهر أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت منقول الأجواء جيدة ودعمة ممكن تنجز بعض الأعمال في البيت أو الاهتمامات البيتية أو العائلية أو يكون فيه نوع من الارتباطات أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة زي اجتماع أو حوار أو نقاش ولكن في ساعة الظهر ممكن يظهر أعطال أو نقاش حاد ما بينك وبين أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي فممكن اليوم يعني يصير فيه مصالحة أو تقارب أو تتقرب للحبيب شوي يعني تقريبا الأجواء جيدة يعني تتقرب اللي بعيد عن الحبيب وفيش اتصال ممكن هيك يعني زي ما بقولوها تنكشوا علشان هو اللي يحكي معك أو يتواصل معك أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت السادس فاليوم ممكن تنجز أعمالك بشكل جيد وممكن تظهر بعض الأعمال الجيدة إليك خلال هذا اليوم ولكن بساعات المساء بدك تنتبه من تراكم العمل أو أنه ما تقدر تنجز كل أعمالك أو إيشي صحيا أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية وبعمل بعض يعني بعض الإنجازات الجيدة اليوم أو الإنجازات التقارب ما بينك وبين شريك المال والعاطفي زي الأزواج مثلا وممكن أنه مصالحة أو تتراجع عن قرار سابق أما بالنسبة للبيت الثامن فهو ضاغط على مستوى الأمور المشتركة الأموال المشتركة أو الديون أو القروض أو الأموال اللي ما بتعود لك فأنا شايف أنه في ضغط كبير عليها فهي مش لمصلحتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو فارغ من كل شيء لا سلبي ولا إيجابي فهو روتيني على المستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أمور قضائية أوراق قانونية مراجعة دوائر كلها روتينية ما في أي شيء يدعم أو يعركس أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فعشان هيك ممكن يكون في بعض الأشياء الإيجابية اللي تعمل إذا كنت بتشتغل في شركة كبيرة ممكن يعني يكون في مديح إلك أو إطراء أو ثناء على مجال الشغل اللي أنت بتشتغله أو يصير تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضو بيعمل تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو العلاقات أو ممكن تستغلهم في حل مسألة معينة معقدة أو حل مشكلة كان صعب أنك تحلها بالفترة الماضية أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك منقول لك دير بالك من أشخاص بتأمر عليك بالخفاء أو بيستغيبوك أو بيحاولوا أنهم يعني يكيدوا لك أمر معين دك تكون حذر جدا ويقض وفي نفس اللحظة بدك تنتبه من أمور تراكم العمل أو أشياء لها علاقة بالأشياء الصحية اللي ممكن تظهر بشكل مفاجئ أو عيادة مريض أو قلق على أحد الأحبة برج الميزان يوم آخر بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيشوا في دوام من الكآبة والإحباط أو القلق أو الوسواس خلال هذا اليوم هاي فترة إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة الأماكن المقتضة امحث عن الهدوء والسكينة السبب أنه القمر بما أنه موجود في بيت المتاعب معناته بضغط بشكل قوي مع ساعات ما بعد العصر يعني الأجواء يعني هو نسبيا الأجواء بتصير متصاعدة اليوم بشكل إيجابي على البيت الأول فممكن نفسيتك شوي تتحسن وممكن تظهر بعض الأمور الإيجابية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء أقوى على المستوى المالي أو الأمور المالية ممكن تظهر لك بعض الأمور المالية اليوم الجيدة كمن عمل إضافي ممكن تحقق أرباح أو أمور إلها علاقة بالمستردات المالية أو الهبات أو الهدايا أو المساعدات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن في ساعات العصر ممكن تحتد أو تعصب على مسألة معينة يعني أثناء نقاش أو حوار أو أثناء تنقلاتك ولكن الأجواء تقريبا روتينية أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد بيدعمك بقوة على مستوى البيت وبعمل تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن إنجاز إشيء العلاقة في البيت أو اهتمام في مسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا يعني شيئا ما إيجابي عاطفي وممكن يعني شوي اهتمام بالحبيب أو في أحد الأبناء أو الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايفه ضاغط على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل يعني شوي بيقلب الأمور فعشان يكما نقول لك دير بالك على صحتك خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالية والعاطفية وبيدعمك في قوة وبعمل تقارب حتى جيد جدا خلال هذا اليوم ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن بالنسبة للأموال المشتركة فأنا شايفه روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي بالنسبة للبيت التاسع قوي جدا وبيدعمك ممكن تنجز بعض الاتصالات أو يجيك خبر من الخارج أو ممكن أنه يعني يصير فيه تعامل ما بينك وبين مؤسسة تعليمية أو أشياء من هذا القبيل كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر برضو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة وبيعمل برضو إنجازات رائعة ما خصوصا للأشخاص اللي بيشتغلوا بالمؤسسات الكبيرة ممكن اليوم يحققوا إنجاز جيد أو يصير تعامل ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو برضو داعم فبيعمل تقارب ما بينك وبين بعض الأصدقاء أو لقاء أو اتصالات أو اهتمامات معينة يعني ممكن تنجز منك خلالها بعض الأمور أو وسطات أو استشارات في مساء المعينة أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناه في بداية التوقعات برج العقرب طبعا العقرب منقول لآخر يوم حاولوا تنجزوا كل أشياء مهمة تنجزوها اليوم لأنه القمر ابتداء من ساعات المساء رح ينتقل للميزان لبيت متاعبكم فعشان هيك بتكونوا حذرين يعني لأنه الفترة الجاي رح تكون صعبة شوي فلازم اليوم أنه تستغلوا طبعا بالنسبة لليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم لغاية ساعات المساء منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة ممكن تلتقي أنت وبعض الأصدقاء ممكن يطلب منك خود تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك فرصة لغربة لك ومعرفة الصديق من العدو خلال هذا اليوم اظهر انفتاح واهتمام بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فعالمستوى النفسي فهو الروتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على طبيعتك بتتعامل أما بالنسبة للبيت الثاني فبرضو ما في أي شيء يعني يقول إيجابي أو سلبي ولكن في ساعات العصر ممكن تزداد عليك دفعات أو ارتباطات أو التزمات مالية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء فيها نوع من أنواع الروتين إلى الاتصالات والمواصلات والتنقلات والاهتمام بالإخوة ولكن في ساعات العصر ممكن تظهر بعض المسائل اللي تستفزك أو تخليك مندفع أو متهور أو عصبي خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني الأجواء روتينية ولكن فيها نوع من أنواع سلبية يما أعمال كثيرة أو التزمات كثيرة أو مشاكل عائلية أو نقاشات ممكن أن تشارك فيها ولكن يكون الأجواء فيها نوع من أنواع الحدية والإندفاع أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء يعني تقريبا ضاغطة فهي بتسبب لك خلاف أو سوء تفاهم أو ما بتقدر توصل المعلومة للطرف الآخر بشكل جيد فممكن يحتد أو يتحسس أو يصير في ردة فعل سلبية أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا روتيني يعني ممكن تنجز أعمالك بشكل طبيعي ممكن اهتماماتك تكون صحية بشكل طبيعي ولكن بدك تحضر في ساعات المساء من بعض التقلبات إما ضغط عمل أو أنه أمور بتتعلق بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فروتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم تتعاملوا على طبيعتكم بينكم وبين الشركاء بالنسبة للبيت الثامن برضو نفس الشيء روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات المساء ممكن تظهر بعض المصاريف أو الدفعات المالية أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضغط على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالاتصالات بالمواصلات البعيدة ببريد بخبر بيجيك من بره من خارج البلاد شوي يكون مربك بدك تكون حذر أما بالنسبة لبيتك العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة بيدعمك بقوة وهذا بعزز بعض النقاط للنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات ولكن ممكن في ساعات المساء أنك تنزعج من مسألة معينة بتتعلق في أحد المعارف أو الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضغط بقوة فعشان يكبر نقول لك دير بالك من أي شخص بتآمر عليك بالخفاء دير بالك من على صحتك من إنجاز أعمالك ما تخليها تتراكم عليك ولكن أهم شي راقب غدائك وصحتك هي هاي الأهم برج القوس يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه ممكن اليوم تحافظ على إنجازاتك القائمة بتتلقى عرض أو بتجد نفسك في موقع مهم كون عند حسن الظن بك تجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر الحوادث أما بالنسبة للبيت الأول فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على طبيعتك خلال هذا اليوم بالنسبة للبيت الثاني أنا شايف الأجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن اليوم يصير فيدي يعني بعض المردودات المالية أو الاستردادات المالية أو أمور العلاقة بالعمل الإضافي أو أشياء إلى علاقة بالدعم أو الهدايا أو الهبات أو المساعدة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والاتصالات وأمور إلها علاقة بالحوارات ولكن في ساعات المساء ممكن الأمور الشوي يصير فيها نوع من أنواع العصبية والحدية بالطباع أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها ضغط فهي بسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو المواجهات ما بينك وبين أحد الأبناء أو العائلة أو ممكن يعني بعض الأعطال أو الاهتمام في مسائل عقارية صعبة أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي فهو ضاغط جدا فعشان هيك في خلاف ما بينك وبين الحبيب أو ممكن اليوم يعني صير نقاش أو تحسس من مسألة معينة ويكبر الخلاف إذا عملت بعصبية أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأجواء تقريبا روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات العصر ممكن تظهر مسائل إما تراكم الأعمال عندك أو شيء في العمل يستفزك أو أنه يظهر شيء سلبي على المستوى الصحي بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت السابع برضو روتيني لغاية ساعات ما بعد الظهر ممكن تحتد أو تعصب عن مسألة معينة ممكن شوي يصير سوء تفاهم ما بينك وبين الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن في ساعات ما بعد الظهر ممكن تظهر مسألة جيدة تدعمك بقوة وممكن يجيك نوع من أنواع الدعم أو المساعدة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فهو ضاغط على مستوى التنقلات والاتصالات البعيدة التواصل مع أشخاص خارج البلاد أو أمور العلاقة بالانشغال بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء جيد وبيدعمك بقوة وهذا بيعمل لك نوع من أنواع المصالحة أو التقارب ما بينك وبين أحد الأصحاب أو الأصدقاء يدعمك بقوة أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان يكبر نقول لك دير بالك على إنجاز أعمالك ما تخلي أعمالك تتراكم عندك وفي نفس اللحظة راقب وضعك الصحي بشكل جيد برج الجدي بتنشطوه في مجال الدراسة والسفر ما بين المدن أو التنقلات البعيدة والاتصالات لا سيما البعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحبائكم معكم بتفرح لانفراج ملموس بترتفع فرصة النجاح بتشتد عزيمتك تقوى بخطوة مباركة ممكن تقوم فيها بتتلقى إشارة إيجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط الأنفاس بعد عواصف وبرضو في نفس اللحظة هاي بتدعم الأشخاص اللي عندهم أمور قانونية خلال هذا اليوم في بعض الإنجازات القانونية أو المعاملات القانونية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على المستوى النفسي بيدعمك بقوة فيعني شوي نفسيتك أهدى من الأيام الماضية في نوع من أنواع الراحة خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فهو جيد وبيدعمك على المستوى الأمور المالية وممكن تنجز بعض الأمور المالية ممكن بعض الاهتمامات المالية تكون جيدة ممكن تحقق بعض الإنجازات من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فما زالت الأجواء ضاغطة على البيت الثالث على مستوى التنقلات والاتصالات والمناقشات والحوارات وبرضو أمور إلها علاقة بالسيارات أو بالهواتف أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني على مستوى البيت بتتعامل على طبيعتك أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف فيه نوع من أنواع الضغط الخفيف على المستوى العاطفي ممكن يعني متحسس من تصرف معين أو ممكن فيه خلاف بسيط ما بينك وبين الحبيب أو عتب أو ممكن أنك تقلاق بشأن أحد الأحبة أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم ولكن فيه ساعات المساء بدك تحذر من بعض الأشياء اللي إلها علاقة إما ضغط على مستوى العمل أو تنزعج من شغلي في العمل أو أمور إلها علاقة بالتراجع الصحي أو حد الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف الأجواء تقريبا ما بينك وبين الشريك روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر ممكن يصير تقارب أو مصالحة أو اهتمام بالشريك يعني بالزوج أو شريك المال أما بالنسبة للبيت الثامن على مستوى الأموال المشتركة أنا شايف الأمور حد شوي وبتسبب لك نوع من أنواع الحدية بالطباع أو ممكن أنك تتعامل بدون دراسة لأمور مالية فهي تراكم عليك بعض الالتزامات أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر جيد وبيدعمك على مستوى بيت السمعة وهذا بيحقق لك بعض الإنجازات مع المؤسسات الكبيرة أو الأمور اللي إلها علاقة للي بيشتغلوا بالمؤسسات بيقدروا ينجزوا أعمال بشكل جيد وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بزميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فهو جيد برضو بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم فهذا بيعمل نوع من أنواع تقارب مع صديق أو معرفة أو ممكن تستفيد من معارفك في إنجاز بعض الأمور أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو ضاغط فعشان هيك بنقول لك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة وتهتم لشؤونك الصحية والغذائية وبرضو يعني بدك تكون حذر من أشياء ممكن تحدث بالخفاء برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار يعني بدك تستشير تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شيء أنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة بدك تركز وتدرس بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فهو جيد على المستوى النفسي صحتك اليوم أو نفسيتك اليوم أحسن بكثير وبرضو عندك رغبة بإنجاز بعض الأعمال الضرورية والمهمة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف من الآن لغاية الصباح تقريبا الأجواء ضاغطة ماليا أو عليك دفعات أو مصاريف أو قلق مالي معين ولكن من ساعات الصباح تقريبا بتمفرج الأمور وبصير في طاقة إيجابية أو بعض الأموال اللي بتجيك من عمل إضافي أو مستردات أو دعم أو مساعدات أو هبات أما بالنسبة للبيت الثالث فهو روتيني ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي على مستوى بيت الاتصالات والتنقلات والنقاشات والحوارات وممكن في ساعات المساء بس هيك تحتد من مسألة معينة أو تعصب أو تتهور في أثناء القيادة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو جيد على مستوى البيت يعني مستقر خلال هذا اليوم في نوع من أنواع التعامل الجيد ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تهتم ببعض الأشياء المنزلية أو العائلية كمشتريات وترتيبات وأشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس فما زالت الأجواء حادة يعني فيها نوع من أنواع الضغط السلبي وهي بتسبب نفور أو تحسس أو سوء تفاهم ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو قلق على أحد الأحباء أو الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فهو تقريبا يعني متقلب خلال هذا اليوم فالأغلب بيكون أنه تراكم بعض الأعمال أو قلق على مستوى العمل أو أمور إلها علاقة تقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فلغاية ساعات الصباح الأمور بتكون ضاغطة أو فيه عتاب ما بينك وبين الشريك أو ما بينك وبين الزوج وممكن يسبب لك نوع من أنواع النفور أو الحدية ولكن في ساعات الصباح بتتصلح الأجواء وبتصير إيجابية وداعمة إما لمصالحة أو لتقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع تقريبا الأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام ببعض المسائل اللي إلها علاقة بمراسلات أو مشتريات أو مراكز تعليمية أو مؤسسات تعليمية أو امتحانات جامعية كلها إيجابية أما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى بيت السمعة جيد وبيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وبعمل نوع من أنواع التقارب الجيد ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فأنا شايفه برضو داعم بقوة وهذا يعني إنجاز رائع اليوم بيكون بتعاون مع أحد المعارف أو العلاقات لمساعدتك في إنجاز بعض الأمور أو ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايفه ضاغط شيئا ما مش كثير فعشان هيك منقول لك دير بالك من تراكم بعض الأعمال عندك أو إنك ما تقدرش تنجز كل الأعمال خلال هذا اليوم وأهم إيش إنك تهتم بشؤونك الصحية والأمور الغذائية أو ممكن تقلق بشأن أحد الأحبة أو الأصدقاء خلال هذا اليوم بسبب مشكلة صحية مرج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفي ما بنصح إتمام بالفترة هاي وأمور إلها علاقة بخطوبة أو زواج أو توقيع أو توقيع عقد تجاري يعني حاول إنك تدرس الأمور بشكل أوضح وخصوصا إنه يعني ما شوه بدعم على المستوى هذا ولكن تراجع الزهرة وانتقال عطارد وهاي الحركة اللي في الكواكب شوية بتضعف في الأمور فإذا بدك توقع على عقد تجاري يعني بدك تدرسه بشكل جيد حاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأي أن كان ممكن تواجه يعني خصم شرس خلال هذا اليوم وتشتد المنافسة بينكم أهم شيء إنك ما تخالف القانون عشان ما تدام وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لصحتك بشكل جيد طبعا السبب بهاي الأمور إنه القمر موجود مقابلك مباشرة في العذراء لغاية ساعة المساء بعدين بنتقل للبيت الثامن يعني شوي بخفف الوطأ هاي ولكن اليوم في نوع من أنواع الحدية مش على كل البيوت يعني فيه بيوت رح تدعمك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف نفسيا متقلب أنت خلال هذا اليوم وهذا بسبب لك نوع من أنواع الإرباك أو عدم المبالاة أو إنك خلص متكاسل مش حاب تطلع من البيت مش حاب تنجز إشي بتتحرك بس على الأمور بس الماض ضرورية وبس أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايفه جيد وقوي ممكن تحقق بعض الإنجازات والمكاسب المائية خلال هذا اليوم من عمل إضافي أو نوع من الهبات أو المساعدات أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايفه داعم بقوة خلال هذا اليوم وبيدعمك على مستوى النقاشات والحوارات والاتصالات والتنقلات والاهتمامات بأمور إلها علاقة بالتلفونات أو بالسيارات ولكن في ساعات المساة يعني ممكن تظهر بعض المسائل من أعطال أو حدية بالطباع أو نقاشات حدي أما بالنسبة للبيت الرابع بيت البيت فأنا شايفه ضاغط فعشانيك فيه التزامات أو ضغط عائلي عندك أو اهتمامات معينة أو قلق ممكن بسبب لك نوع من أنواع الأرباك في منكم ممكن ينشغل في بعض المشتريات أو الالتزامات البيتية ديكور تغييرات تصبيطات تصلحات أشياء من هذا القبيل ولكن ممكن يظهر خلاف عائلي خلال هذا اليوم أو تستاء بسبب خبر بتعلق في أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايفه ضاغط على المستوى العاطفي يعني الأمور قوية فعشانيك بسبب لك نوع من أنواع الإرباك على مستوى الأمور العاطفية أو حساسية من موقف معين أو حدية بالطباع أو ممكن خلاف ما بينك وبين الحبيب يتطور خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت السادس فهو ضاغط على مستوى العمل فعشانيك بتراكم عندك بعض الأعمال خلال هذا اليوم وممكن الأمور تحتاج لبعض الأمور الصحية أو مراجع الطبيب بشكل عاجل أما بالنسبة للبيت السابع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن جيد بيدعمك على مستوى الأموال المشتركة وبيدعمك بقوة ممكن تحصل بعض الأموال أو رد على قرض أو مساعدة أو دعم خلال هذا اليوم أو تحل مسألة كانت معقدي أو مطالبات كانت صعبة أنك تحلها بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت التاسع فأنا شايفه روتيني على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد أو مراكز تعليمية أو مؤسسات أو أمور العلاقة بالأوراق القانونية أو المعاملات كلها بتتعامل فيها على شكل طبيع على طبيعتك بدون لا إيجابية ولا سلبية أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد على مستوى بيت السمعة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة اليوم أو يصير فيه نوع من أنواع المديح أو الإطراء على إنجاز بعض الأشياء على مستوى العمل وممكن يصير فيه تعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فهو برضو بيدعمك بقوة خلال هذا اليوم وممكن برضو يكون فيه أشياء إيجابية يعني تساعدك في بعض الأمور ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يكون فيه لقاء أو يعني مساعدة أو مشورة ما بينك وبين أحد المعارف أو دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف الأجواء ضاغطة فعشان هيك من يقول لك دير بالك على صحتك أهم إيشي دير بالك من الوسواس ما تتوسواسش كثير خصوصا من ناحية الصحية برضو في نفس اللحظة اهتم لغذائك ولا راحتك بشكل جيد هيك من نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء